هل أعجبك يوما الطعام المقدم إليك في عرس أو وليمة فإن مما يزيد الطعام طيبة صنعة الطباخ المسلم فالطباخ المسلم لا يحضر إلا الطعام الحلال ويجتنب المحرمات كالجيلاتين المستخلص من الخنزير ويحرص على الأحكام الشرعية المتعلقة بعمله كالتسمية على الدبائح واجتناب عمل المسكر أو استعماله في صنع الطعام ويحرص على كون الطعام الذي يقدمه طازجا وصحية ليس فيه شيء تالف ولا ضار ولا منتهي الصلاحية حتى لا يؤثر على صحة الآكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كما يحرص على نظافة الأوعية والأدوات التي يستخدمها في طهي الطعام وتقديمه وعلى نظافة المكان الذي يعمل فيه ويهتم بنظافته الشخصية ونظافة ملابسه وحسن مظهره فلذلك أثر في قبول الآكلين للطعام ويحافظ على نظافة البيئة فلا يرمي مخلفات الطبخ في الطرقات بل يضعها في الأماكن المخصصة لها قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا أثنيتكم فإن اليهود لا تطهر أثنيتها والأثنية جمع فناء وهو المتسع أمام الدهار وهو عفيف النفس لا يأخذ من الطعام الذي أمر بإعداده إلا ما أذن له فيه ولا يتبرع بشيء منه إلا بما أذن له فيه أو جرت العادة بالمسامحة في مثله كأن يناول فقيرا رغيفا أو طبقا من الأرز ونحو ذلك وهو يحافظ على الطعام فلا يسرف في إعداده ولا يرمي منه شيئا صالحا للأكل فإن ذلك إسراف والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين